موسيقى رئيس الجمهور يشاركو في الجلسة الافتتاحية الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية موسيقى رئيس الجمهورية يجري مباحثات بمدينة نيويورك الامريكية مع كل من رئيس المرحلة الاتقالية بجمهورية غينيا كونكري رئيس الدولة ورئيس الوزراء الاسباني موسيقى وزارة التشغيل والتكوين المهني تطلق بنواقشوط المرحلة الرابعة من برنامج مشروع مستقبل الرامي إلى مكافحة البطالة وخلق براث عمل رائدة للشباب موسيقى أينما كنتم مشاهدنا الكرام حياكم الله أهلا بكم للمسائية الموريتانية لهذه الليلة معكم فيها باتة منتريا دالي ومحمد والبديل أهلا بك باتة أهلا بنا محمد مشاهدنا الكرام نتحول إلى الاستجيو الثاني لمتابعة مجزي لأهم الأنباء مع سيد محمد الشيون شكرا لكم باتة ليدالي ومحمد البديدي ومرحبا بكم في نشرتنا المجزة التي تصحبنا فيها في لعات الإشارة اسمع عثمان شارك رئيس الجمهورية سيد محمد الشيء العزواني في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين التي بدأت أعمالها صباح اليوم بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة ويعضم الوفد الذي حضر جلسة الافتتاح إلى جانب رئيس الجمهورية كل من الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية سيد المختار للجاي ووزير الشيون الخارجية للتعاون والموريتانيين في الخارج سيد محمد سالم المرزوب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة سيد عبد السلام المحمد صالح بالإضافة إلى الممثل الدائم للموريتانيا في الأمم المتحدة سيد سيد محمد العرب وسفيرة بلادنا في واشنطن سيد سيسامت شيخ البيدة وكان الأمن العام للأمم المتحدة سيد أنتونيو جوتيرش قد افتتح صباح اليوم الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن أعمالها أهداف التنمية المستدامة وقمة التمويل العالمي وثلاثة اجتماعات رفعة المستوى حول الصحة والمناخ والشباب أقد رئيس الجمهورية سيد محمد الشهر الأزوان اليوم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية جلسة مباحثات مع العقيد ممادي دومبويا رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية غينيا كوناكري رئيس الدولة وقتطرق اللقاء إلى سبول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حضر اللقاء كل من الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية سيد مختار الجاي ووزير الشؤون الخارجية التعاون والموريتانيين في الخارج سيد محمد سالم المرزوب يأتي اللقاء على هامش الدورة العادية الثامنة وسبعين للجمعية العامة للهم المتحدة التي انطلقت أشغالها صباح اليوم في نيويورك كما عقد رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العزواني كذلك اليوم في مدينة نيويورك جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبول تطويرها وتعزيزها بإضافة إلى تطوير الوضع الإقليمي والدولي تطورات الوضع الإقليمي والدولي حضر اللقاء كل من الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية سيد مختار الجاي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج والسيد محمد سالم المرزوك شارك رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العزواني ظهر اليوم بدعوة من المستشار الألماني أولاف شولز في حفل غدائن أقامه الأخير بمقر المندوبية الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في نيويورك وقد خصص هذا اللقاء لمناقشة قضايا منها تعزيز تمثيل قارة إفريقيا في مجموعة العشرين وموائمة المؤسسات المالية مع التحديات الكبرى بإضافة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف وإصلاح هيئة الأمم المتحدة وشعلها أكثر فعالية في مواجهة التحديات وتداعيات الصراعات العالمية خضر حفل الغداء إلى جانب رئيس الجمهورية الوزير مكلفه بالديوان المختار للجايد وكان رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني قد وصل مساء أمس لمدينة نيويورك للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ويرافق رئيس الجمهورية وفد هام سيشارك معه في عدة اجتماعات رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تهده في هذه الدورة إلى إحياء جندة 2030 للتنمية المستديمة المتفق عليها عام 2015 وتتعلق برفع مستوى الطموح المناخي وتمويل مجالات التنمية والوقاية من الأوبئة والتأخب والاستجابة لها والتغطية الصحية الشاملة ومكافحة السل ومعاهدة حضر الأسلحة النووية ويشارك في هذه الدورة حسب تصريح للمين العام للأمم المتحدة 140 من قادة العالم هنا في نواكشوت بدأت اليوم أعمال ورشة تحسيسية للمصادقة على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة منظمة من قبل وزارة العد ويهدف اللقاء إلى المصادقة على مشروع القانون الآن في الذكر من أجل حماية الأسرة وصون كرامة المرأة والفتاة تجسيدا لقيم الإسلام ومقاصده وأكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصل سيد الداه والسيد الأعمار الطالب وزير العدل وكالتنا أن مشروع القانون يتيح لموريتانيا إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من خلال أربعة أبعاد تربي إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا وأضاف أن إعداد مشروع القانون بشأن العنف ضد المرأة والفتاة لا يشكل فحص مكسبا هاما للمرأة الموريتانية وتتويجا لنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة بل يجسد لإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العزواني في إنصاف المرأة وصون كرامتها والرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوضي بالمجتمع أشرفت وزيرة التشغيل والتكوين المهني سيدة زينبو متحمدنا على إطلاق النسخة الرابعة برنامج مشروع مستقبلي وتهدف هذه النسخة إلى دعم وتمويل ألفين مستفيد على عموم التراب الوطني ويهدف البرنامج إلى اختيار أفضل الأفكار لإنشاء أو توسيع مقاولات في القطاعات الانتاجية والمجالات التي تعزز لإمكانات الاقتصادية لكل ولاية والتي سيتم دعمها وتمويلها بشروط تفضيلية بعد ذلك وبهذه المناسبة قدم مناسق برنامج مشروع مستقبل السيد فودي أمدو جغانا عرضا تضمن نتائج النسخ السابقة والمميزات الجديدة لهذه النسخة الرابعة وأيضا شروط وإجراءات التقديم إجراء حفظ الانطلاق بحضور وزراء المالية والتحول الرقمي والابتكار وعصرانات الإدارة والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والبيئة ترأست مفوضة الأمن الغذائي سيدة فاطمة تمتخطر اليوم بمباني المفوضية إلى جانب السفير الياباني في بلادنا سيد أوتشيدا تاتسكوني حفلا للإعلان عن تخصيص الحكومة اليابانية مبلغا ماليا قدره 120 مليون وقية جديدة من عائدات بيع العرز الياباني لدعم بلادنا في مجال الأمن الغذائي في إطار برنامج العون العذائي الياباني لبلادنا لسنة 2021 وفي كلمة لها بالمناسبة عربة المفوضة عن سعادتها بمناسبة موافقة الحكومة اليابانية على تخصيص مبلغ مالي تجاوز 120 مليون وقية جديدة لدعم جهود بلادنا في مجال الأمن الغذائي من خلال دعم مجالات مهمة من أنشطة المفوضية الموجهة لدعم الأمن الغذائي في الأوساط الهشة كالتوزيعات الغذائية المجانية تعزيز قدرة السكان على الصمود ودعم جهود المفوضية في مجال التدخلات الاستعجالية المرتبطة بالكوارث وتعزيز وسائل مرصد الأمن الغذائي نهاية نشرتنا الموجزة شكرا لزميلة أسما عذمان وعودة للزملاء محمد وبتا لمتابعة بقية فقرات المسائلة شكرا لك زميل سيد محمد وشكرا كذلك لزميلة أسما ومشاهدنا كرام تفاصيل مسائيتنا بعد فاصل قصير بحول الله أهلا بكم مشاهدنا كرام إلى التفاصيل شارك رئيس الجمهورية سيد محمد للشاه الأزواني في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين التي بدأت تعمالها صباح اليوم بمدينة نيورك في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور العديد من رواساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة ويضم الوفد الذي حضر شرسة الافتتاح إلى جانب رئيس الجمهورية كل من الوزير المكلف بجوان رئيس الجمهورية سيد مختار اللجاي واسير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سيد محمد سارم المرسوق واسير الاقتصاد والتنمية المستدامة سيد عبد السلام والمحمد صالح بالإضافة إلى الممثل الدائم لموريتانيا في الأمم المتحدة سيد سيدي والمحمد رقضف واسفيرة بلادنا في واشنطن سيد سيسم الشيخ والبيدة وكان الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو قاتيريش قد افتتح صباح اليوم الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستضمن أعمالها أهداف التنمية المستديمة وقمة التمويل العالمي وثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى حول صحة والمناخ والشباب أقد رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني اليوم في مدينة نيورك بالولايات المتحدة الأمريكية جلسة مباحثات مع العقيد مامادي دومبويا رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية غينيا كوناكري رئيس الدولة وقد تطرق اللقاء إلى سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حضر اللقاء كل من الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية سيد المختار اللجاي ووزير الشؤون الخارجية وتعاون الموريتانيين في الخارج سيد محمد سالم والمرزوق يأتي هذا اللقاء على همش الدورة العادية الثامنة والسبعين الجمعية العامة لأمم المتحدة التي انطلقت اشغالها صباح اليوم في نيورك كما عقد رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني اليوم في مدينة نيورك جرسة مباحثات مع رئيس الويسرائل اسباني بيدرو شانسيز تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها تعسيسها بالإضافة لتطوير الوضع الإقليمي والدولي حضر اللقاء كل من الوزير المكلف بيدوان رئيس الجمهورية سيد مختار لجاي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم والمرزوق شارك رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ظهر اليوم بدعوة من المستشار العلماني أولف شولرز في حفل غداء أقامه الليلة أقامه الأخير في المندوبية الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في نيويورك وقد خصص هذا اللقاء لمناقشة قضايا منها تعزيز تمثيل كهرة إفريقيا في مجموعة العشرين وموامة المؤسسات المالية مع تحديات الكبرى بالإضافة إلى تعزيز تعاون متعدد الأطراف وإصلاح الأمم المتحدة وجعلها أكثر فعالية في مواجهة تحدياته وتداعية الصراعات العالمية حضر اللقاء بل هذا الحفل حفل الغداء إلى جانب فخمة رئيس الجمهورية الوزير المكلف بالديوان المختار واللجأي وكان رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني قد وصل مساء أمس إلى مدينة اليورك للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ويرافق رئيس الجمهورية وفد مهم سيشارك معه في عدة اجتماعات رفعة مستوى ضمن أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تهدف في هذه الدورة لأحياة جندة 2030 للتنمية المستديمة المتفق عليها عام 2015 وتتعلق برفع مستوى الطموح الملاخي والتمويل مجالات التنمية والوقاية من الأوبية والتأهب والاستشابة لها وتغطية الصحية الشاملة ومكافحات السل ومعاهدة حضر الأسلحة النووية ويشارك في هذه الدورة حسب تصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس 140 من قادة العالم ومن قادة العالم هنا في نوكشوت بدأت اليوم أعمال ورشة تحسيسية للمصادقة على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحارفة العنف ضد المرأة والفتاة منظمة من قبل وزارة العدل يهدف اللقاء إلى المصادقة على مشروع القانون الآن في ذكر من أشرح حماية الأسرة وصون كرمة المرأة والفتاة تجسيدا لقيم الإسلام ومقاصده مشاركة ممثلين عن عدة قطاعات حكومية ومن هيئات المجتمع المدني تنطلق ورشة التحسيس والمصادقة على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة وذلك بحضور رسمي ومن هيئات تعنا بحقوق الإنسان يتيح مشروع هذا القانون لبلدنا إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من خلال أربعة أبعاد تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفر الجيد بالضحايا وما من شك أن إعداد مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة والفتاة لا يشكل بحسب مكسبا هاما للمرأة الموريتانية وتتويجا للنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة بل يجسد الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهوري السيد محمد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة بصون كرامتها وبالرفع من مستوى مشاركتها في قيادة عملية النهوض بالمجتمع وقد تحدث رئيس المجلس الأعلى للفتيا والمظالم عن رأي المجلسي في مسودة مشروع القانون المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يرى أن المشروع الذي أحاله إلى معالي وزير العدل بما فيه من تعديلات وآراء وملاحظات يلبي كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من متوى تكريم المرأة وإنصافها وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي أما الأمين العام المساعد لهيئة العلماء الموريتانيين فقد تطرق إلى التغيرات التي أجريت على مسودة مشروع القانون هذا القانون أحيل في فترة من الفترات إلى هيئة العلماء وقد حذفت منه الكثير من النصوص المصادمة للشريعة إن الشريعة الإسلامية تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة من ضرب وأذية وخاصة من الزوج وفي حالة تعرضها لذلك فقد فتحت الشريعة لها الباب أمامها للتطلق بالضرر يقول خليل في مختصره ولها التطلق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره إذا ثبت للمرأة أن النصوص لا يضربها وهي في عصمتها فلها أن تطلق نفسها كما تفعل إذا كان ذلك شرطا وفي هذا الإطار يقول ابن فرحون من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها على وجه المشافات وقد توزع المشاركون خلال هذه الورش إلى مجموعات عمل تناقش مختلف فصول مسودة مشروع القانون نظمت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم بالعاصمة حفلا بمناسبة إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج مشروع مستقبل ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التزامات الرئيس الجمهورية في مجال مكافحة البطالة وخلق فرص العمل خاصة للشباب والنساء طبقا للإستراتيجية الوطنية للتشغيل وزارة التشغيل والتكوين المهني تطلق حفل النسخة الرابعة لدعم وتمويل المؤسسات على عموم التراب الوطني ضمن مشروع مستقبلي الذي استفاد من تمويلاته الآلاف من الشباب الموريتاني وها هي النسخة الرابعة اليوم من هذا التمويل الذي يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية عهداتي تفتح أبوابها أمام جميع أبناء البلد من أجل المشاركة للحصول على دعم سخي مقدم من الدولة الموريتانية نحضركم اليوم يترجم بجلاء الاهتمام الكبير الذي تريه الحكومة للقضايا على البطالة وخلق فرص العمل والتشغيل من خلال تطوير ريادة الأعمال وخاصة لصالح الشباب والنساء ويفقا لما ورد برنامج بخامة رئيس الجمهورية السيد محمد البشيخ الغزواني والذي نال تسكية الشعب الموريتاني إن الإلهام الذي نستمده من إصرار بخامة رئيس الجمهورية تشكلنا تحكيزا أن نجعل من بينكم أيها الشباب روادة أعمالي ناجحين محليا ودوليا النسخة الرابعة من المشروع المستقبلي التي نشرف على اطلاقتها اليوم سيتم من خلالها دعم وتمويل ألفين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وشركات صناعية وزراعية وألفين مشروع مدر للدخل مع خلق ما لا يقل عن ستة لفرصة عمل مباشرة فمن بين مزايا هذه النسخة تركزها على المشاريع التجارية التي تعزز الإمكانات الاقتصادية لكل ولاية بالإضافة إلى العمل على إنشاء نظام مرافقة تتمثل مهمته في تقديم خدمات استشارية كافية يهبهد الاستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص العملي التي تلتج عنها ولهذا فنحن بحاجة إلى دعم جميع الشركاء الثنيين والماليين وأخص هنا بالشكر كل من الوكال الفرنسي للتنمية والاتحاد الأوروبي على إظهار استعدادهما للعمل معنا على إنشاء نظام دعمنا احترافي في الرواب العمل الاحتفالية شهدت تقديم فيلم عن بعض المستفيدين من تمويلات مشروع مستقبلية حيث أكدت هذه التجارب المديرة للدخل نجاعة السياسة التي تنتهجها وزارة التشغيل والتكوين المهنية من أجل خلق فرص عمل للشباب المريتاني وتابع الحضور عرضا حول برنامج النسخة الرابعة لدعم وتمويل المؤسسات على عموم التراب الوطنية حيث تركز هذه النسخة على دعم أصحاب المشاريع في صيد الأسماك والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والبناء والتجهيز وتذمين المنتجات والصناعة والخدمات المحلية مشاهدت الكرامل للتفاصيل عن هذا الموضوع نستطيف لكم مستشار وزيرة التشغيل والتكوين المهني منسق برنامج المشروع المستقبلي السيد فوديا مادود جغانا مرحبا بكم سيد المستشار مرحبا بكم سيد المستشار نود أن تحدثنا عن طبيعة المشاريع التي تستهدفها المرحلة الرابعة عن برنامج المشروع المستقبلي والمشالات التي تميزت بها المشاريع المؤهلة لهذه المرحلة شكرا أولا قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم السلام والسلام وأشكر تلفزة الموريتانية لهذا الفرصة كما قلتم تم اليوم إطلاق النسخة الرابعة من برنامج مشروعي المستقبلي تحت عشراف معالي الوزيرة التشغيل والتكوين المهنية سيدة زينب بن تحمدنا وهذا البرنامج الذي يدخل فيه صميم برنامج بخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني تعهداتي سيتم من خلاله كما قلتم تمويل ومواكبة ألفين مشروع على مستوى طراب الوطن طبيعة هذه المشاريع التي ستهدفها هذه النسخة هي مشاريع في قطاعات الانتاجية كالزراعة والتنمية الحيوانية والبيئة والصناعة والخدمات والتثميم المنتاجات المحلية إلى آخره طبعا المشاريع التجارية بدون قيمة إضافية ليست مؤهلة لهذا البرنامج بصفة عامة ولهذا النسخة بصفة خاصة إذن كل التوفيق لكم السيد فودي عمد جغانا مستشار وزير التشغيل والتكوين المهني ملسق برنامج مشروعي المستقبل شكرا لكم على كل هذه التوضيحات ونتمنى لكم التوفيق شكرا تراثت مفوضة الأمن الغذاء اليوم بمبالي المفوضية إلى جانب السفير الياباني في بلدنا حفلا للإعلان عن تخصيص الحكومة اليابانية مبلغا ماليا يناهز 120 مليون أوقية جديدة يأتي تقديم هذه الملحة المالية لدعم بلادنا في مجال الأمن الغذائي وذلك في إطار برنامج العون الغذائي الياباني لبلادنا لسنة 2021 من قاعة الاجتماعات بمفوضية الأمن الغذائي في الواكشوت يأتي الإعلان عن موافقة الحكومة اليابانية على تقديم الحزمة الأولى من الدعم المالي والبالغ أزيد من 120 مليون أوقية ضمن برنامج العون الغذائي الياباني لبلادنا لسنة 2023 إن الدعم الذي تقدمونه اليوم يعتبر إضافة نوعية لجهود المفوضية في مجال الغذائي لصالح الطبقات الهشة وهي الطبقات التي يعتبر النهوض بها أولوية كبرى في برنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزوان والذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول سيد محمد البلال والمسعود جاهدة لتطبيقها على أرض الواقع السفير الياباني ببلادنا سعاد السيد أوتشيدا تاتسكوني بين أن هذا الدعم يدخل ضمن مسار توطيد العلاقات الثنائية بين بلاده وموريتانيا مشهدا بما حققته مفوضية الأمن الغذائي من برامج إنمائية لصالح الطبقات الهشة سيخصص هذا الدعم المالي لدعم عمليات التوزيع المجاني والاستجابة في حالات الطوارئ وتعزيز الصمود في الوسط الريفي بالإضافة إلى مرصد الأمن الغذائي لجميع البيانات المتعلقة بالوضعية الغذائية في بلادنا بشكل عام أدى عضو مجلس السلطة العليا لصحافة والسمعيات البصرية سيد الشيخ الراشل العالي صباح اليوم بن وقشوط اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا سيد الشيخ أحمد ولسيد أحمد وطلب رئيس المحكمة من عضو مجلس السلطة العليا لصحافة والسمعيات البصرية الوقوف أمامه ورفع يده اليومنى وقراءة اليمين القانونية وعلن رئيس المحكمة العليا بعد تأذيه اليمين أن أعلن اعتماد سيد الشيخ الراجل علي عضوا بمجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حضر تأذية اليمين الأمين العام للمحكمة العليا سيد أحمد يوسف جلو ورئيس سلطة العليا لصحافة والسمعيات البصرية سيد الحسين والمدو وعدد من أطور وعضاء مجلس السلطة انطلقت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية لإطلاع مجموعة من أئمة المساجد في ولاية نواكشوط الثلاث على مضامين القوانين المجرمة للممارسات الاسترقاقية والاتجابية وتهدف هذه الورشة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى تعزيز مساهمة الأئمة في جهود توعية وتثقف السكان بمضامين تشريعات الوطنية الهدفة إلى حماية وترقية حقوق الإنسان دور العلماء والأئمة في نشر المفاهيم الصحيحة حول الاتجار بالأشخاص دفع الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المخدرات إلى تنظيم ورشة تكوينية لصالح أئمة المساجد من أجل المساهمة في نشر ثقافة السلم بين المواطنين بالحكمة والموعظة الحسنة تتنزل ورشتنا هذه ضمن الحملة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص التي أطلقها قطاعنا منذ فترة بهدف زيادة وعي المواطنين وتحسيسهم حول خطورة مهر هذه المسلكيات الضارة وتداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع أيها الحضور الكريم يشكل انخراطكم الدائم وإسهاماتكم النيرة انطلاقا من المكان المتميزة التي يحظى بها الإمام داخل المجتمع ودوره المحوري كمرشد ومعلم ومفتي وقدوة حسنة ومربي مثالي للمجتمع حيث يشكل إضافة نوعية وإسهاما كبيرا في استمرار نجاح المساعي الجادة التي ما فتيت السلطات العلياة في البلد تبذلها في سبيل التصدي لشتى مظاهر الاتجار بالأشخاص انطلقت الورشة بحضور عشرين إماما من كل أنحاء العاصمة وكشوط يحملون رسالة التأخي في مواجهة الاتجار بالبشر بغية مساندة الحكومة في الحرب على الاتجار بالأشخاص لتقوية اللحمة الوطنية أرطينا أن نخرج من هذه الورشة بخطبة وحدة بشمعات مباركة من أجل تحسس المواطن الموليتاني المواطن المسلم حول هذه المسركيات والموارسات التي عست مقبولة لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخراطية تخللت الورشة عروض ذنية ونقاشات حول التجارب الأشخاص والقوانين المتعلقة بذلك إضافة إلى عرض مشروع خطبة جمعة موحدة حول التجارب الأشخاص لتنوير الرأي العام الوطني حول هذه المسلكيات الضارة بالعاصمة دائما انطلقت صباح اليوم أعمال تمرين وطني حول كشف المواد الإشعاعية والنووية والكيميائية والبيولوجية والمتفجرة عند المعابر الحدودية وتشاركوا في هذا التمرين قطاعات الدرك الوطني والحرص الوطني والشرطة الوطنية والجمارك بالإضافة للسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النووي والمندوبية العامة للأمن المدني وتسير الأزمات بهدف الرفع من قدرات الجهات الأمنية المشرفة على الرقابة الحدودية يأتي التمرين الوطني حول كشف المواد الإشعاعية والنووية والكيميائية والبيولوجية والمتفجرة عند المعابر الحدودية التمرين منظم من قبل السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية بالتعاون مع المندوبية العامة للأمن المدني وتسير الأزمات ستضمن هذا النشاط عروضا وتدريبات مختلفة وتمرينات ميدانية تسمح للمشاركين باطلاع أفضل على الآليات التي يجب وضعها للتعاون مع هذه الحوادث ولأن بلدنا مثل العديد من البلدان على دراية بالمحاضر التي يمكن أن تمثلها هذه المواد وبهذا الإطار وبالتعاون مع المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والوكال الدولي للطاقة الذرية لايا أطلقنا عدة برامج وأنشطة في المجال ذاته المتعلق بهذه المواد ولهذا السبب وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي وضعنا إطارا تشريعيا تنظيميا ينص على استخدام وسائل فعالة لحماية الأشخاص والمجتمع والبيئة من الأثار الضارة ومن الحوادث وتركز هذه التدريبات على تعطير المشاركين على كيفية السيطرة على هذه المواد الضارة في المراحل الأولى من أجل تعقبها أو تحييدها في حالة استخدامها لأغراض ضارة تمثل طرق الحماية آنفة ذكر من هذه المواد في الكشف عنها وتعرف على مخاطرها وتبادل الأدوار في التعامل معها وتخلص لآمن من مخلفتها وهي مسؤوليات من توكل القطاعات الأمنية والبنية بدءا بالترخيص وانتهاءا بالتخلص من نفاياتها المفوض الإقليمي مسؤول الاتصال الوطني في مراكز الامتياز الأوروبية السيد القاسم والسيد محمد أكد أن تعزيز القدرات الأمنية من أجل اكتشاف هذه المواد الخطرة على الحدود يشكل خطوة مهمة لتعزيز الوقاية من خطر هذه المواد الضارة موضحا أنه قبل عشر سنوات لم يكن هناك تعامل مع هذه الظاهرة على الإطلاق لكن بفضل الشراكة الأوروبية أجريت العديد من التدريبات لاكتشاف هذه المواد خاصة على الحدود والتدريبات التي تدوم أربعة أيام تدخل في إطار تعزيز قدرات بلدان شمال إفريقيا والساحل بالكشف والتحري عن هذه المواد الخطرة نتحول إلى ولاية البراكنا حيث أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الصباح اليوم في مدينة يالاك ورشة جهوية للصالح فرق العمل المتخصصة في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتهدف هذه الورشة إلى بحث سبول واليات تنفيذ الاستراتيجية الهادف إلى مكافحة الفقر في المناطق التي تعاني من مخلفات الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين الفاعلين في مجال محاربة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية يناقشون في مدينة ألاك أنجع السبول والآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في ورشة فنية تنظمها وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف لا شك أنكم على اطلاع بالأهمية الكبرى التي تحظى بها برامج والسياسات الحماية الاجتماعية من طرف الحكومة وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني الذي عبر عن أولوية هذه القضية من خلال برنامجه الانتخاب تعهداتي وكذلك استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تجسيداً لهذا الخيار فإننا نجتمع اليوم لتدارس العاليات التي ستساهم في تحقيق هذا الهدف والمتمثل في تحيين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تتجسد في مجمل السياسات والبرامج الحكومية الهادفة لمكافحة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية تناقش هذه الورشة الفنية التي تدوم عدة أيام برامج وسياسات الحكومة التي انبثقت منها هذه الاستراتيجية الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق النمو المتسارع والرفاه المشترك للمواطنين فضلا عن تعزيز الاندماج الاجتماعي خاصة في البلدية الريفية اعتبروا الحماية الاجتماعية حقا يجسد لأقد الاجتماع بين الدولة والمواطن ويعزز الوئام الوطني عبر عدد من الإشراءات والآليات التضامن الاجتماعي من منطلق العدالة والإنصاف يتوقع أن يسهم التنفيذ هذه الاستراتيجية في ترصيخ قيم التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية إضافة إلى الحد من الهشاشة وتداعيات الفقر ومخلفات عبد الودود السدنة الموريتانية مدينة ألاغ بالعودة إلى العاصمة نظمت وزارة تحول الرقم والابتكار وعصرانة الإدارة اليوم ورشة عمل حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتحسين ترتيب وتصنيف موريتانيا رقميا بالتعاون مع لجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا تهدف الورشة إلى تحديد استخدامات المؤشرات على المستوى الوطني بالمراقبة الإجمالية لمدى التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والانتصالات وتحليل السوق لتحديد التدخلات اللازمة على مستوى التشريعات ذات الصلاة وتتبع الإجراءات التنظيمية تهدف ورشة العمل حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والانتصالات إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لهذه التكنولوجيا ومتابعة أداء بلادنا في هذه المؤشرات الواسعة لاستخدام إضافة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لتعزيز الفائدة من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والانتصالات تدخل هذه الورشة في سياق توجهات السلطات العليا في بلادنا الهادف إلى الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الرقمية في رفع التنمية وذلك اعتمادا على أدلة وبيانات يمكن من خلالها تتبع تنفيذ الخطط والمشاريع وتحديد مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة وفي هذا الغطاء تبرز الحاجة في قياس الجاهزية الرقمية وتقييم الخطأ كما أصبح من الضروري تتبع الأثر الاقتصادي بربطه مع أهداف التنمية المستدامة وتقديم التدخلات محددة للأنشطة ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب إفريقيا أسكو استعرض في كلمته بالمناسبة دور التكنولوجيا الرقمية وتأثيراتها على اقتصاد الدول مبرزا مستوى الدعم الذي تقدمه هيئته للحكومة الموريتانية في هذا المجال تعمل أسكو على دعم الجهات الحكومية في وضع سياسات وأستراتيجيات التحول الرقمي والحكومة الرقمية وتشجع المؤسسات الحكومية على توظيف التكنولوجيا الرقمية للتحول إلى المجتمعات الذكية بهدف تحسين نوعية الحياة وإدماج كافة الشرائح المجتمعية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب والشابات والحد من الفساد والهدي وتتناول الورشة عدة موضوعات من بينها مؤشرات الأداء الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤشرات الدولية المركبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحاكاة الأداء الوطني في المؤشرات الدولية أفدت شبكة الاتصال لداري بوزارة الداخلية الأمركزية أن مقايس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعتين الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو الأسئي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى ولاية الحوض الأربي حيث أشترى فوالي الولاية بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمتخبين المحليين على إطلاق اللقاء التشاوري مع الشباب التي تنظمه بعثة من المجلس الوطني للشباب في الداخل يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه الشباب على مستوى ولاية الحوض الغربي والسبر المناسبة لإيجاد حلول لها بعثة المجلس الوطني للشباب تحط الرحالة في مدينة العيون لتنظيم لقاء تشاوري مع الشباب بولاية الحوض الغربي للإطلاع على المشاكل التي يعانون منها أنتهز الفرصة للشكر للقائمين على هذه المبادرة القيمة التي تثمن الدور المحوري الذي لا بد أن يلعبه الشباب في المجتمع من خلاله سيقام بمبادرات تخدم التنمية المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية والانتماء والحسن المعاملة مع الشعر العام الشباب هو المحور الأهم والطاقة الحيوية التي تعتمد عليها الأمم لتتقدم البلاد ويشرك الجميع في ذلك لقد قام المجلس الوطني للشباب منذ تأسيسه بالعديد من الحوارات والندوات واللقاءات الشبابية الشيء الذي أعطى تصوراً أولياً عن مشاكل وتطلعات وحاجيات الشباب ومن أجل استكمال هذا التصور أرسل المجلس بعذاته للوقوف على الواقع الحقيقي للشباب في الداخل يشارك في هذه الورشة شباب من الولاية لطرح التحديات الكبرى والبحث عن أنجع السبول التي من شأنها تجسيد طموحاتهم وإشراكهم في الشأن العام أحمد محمد الحافظ الموريتانية مدينة العيون إلى أولئة تير الزمور حيث عقد الوالي سيد محمد المختار العبد اجتماعاً موسعاً بالإدارة الجاهوية للتهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ومثلين عن رابطة أباء التلاميذ بهدف التدارس ومناقشة كافة المقترحات الرامية لإنجاح سنة الدراسية المقبلة وأخلال الاجتماع تم تطرق إلى مدى جاهزية البنية التحتية التعليمية بالولاية وأهم نواقص المسجدة وسبل تغلب عليها ضمن الإمكانيات المتاحة كما تطرق الاجتماع لتوفر الكوادر التعليمية حيث وحث والي الولاي على ضرورة حضور كافة العاملين بالقطاع في أماكن أعمالهم قبل افتتاح سنة الدراسية مشيراً إلى عدم قبول أي غيابات أو تقاعس من شأنه الإخلال بالعملية التربوية ولي تيرزمور دعا إلى تكثيف الجهود لترصيخ قيم المدرسة الجمهورية سنعمل على أن يكون هذا التفتاح إن شاء الله متميز استجابتنا وتنفيذ لتعليمات السلطات العمومية لتتحرص على أن يتميز هذا التفتاح وخاصة على المستوى الجوي إن شاء الله بحضور كافة منتخب الولاية وكافة سلطات الإدارية والتربوية والحرص أيضاً على أن تكون هذه السنة إن شاء الله سنة نوعية من خلال تجسيد المدرسة الجمهورية على مستوى الولاي يندرج أيضاً في إطار هذا الاجتماع حصر كافة الإصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها قبل الافتتاح في هذا الإطار كافة المتدخلين إن شاء الله سيقوم بما يلزم لإنجاحها المهمة في الشأن التربويين دائماً تتواصل بمباني مدرسة تكوين المعالمين في كيهيد يعمل المتقى التكويني لصالح عدد من المعلمين حول إدخال الطريقة النسقية للقراءة والكتابة يدخل هذا الملتقى في إطار اعتماد طريقة النسقية ضمن جهود تحديث المناهج التربوية مواكبة للمدرسة الجمهورية بعد الملتقى التكويني لصالح مفتشي التعليم الأساسي تتواصل جلسات الملتقى الثانية الخاص بالمعلمين حول طريقة النسقية للقراءة والكتابة ويشارك في هذا التكوين عدد من معلمية سنتين الأولى والثانية من المدرسة الجمهورية في ولاية قرغل لبراك نتقانت وقدماقة هذه الطريقة تتميد على مباشرة وتقوم بحل مشكلة القراءة والكتابة لأن هذا هو هدف الملتقى اليوم هذه البرشة التكوينية وشير إلى أن الطريقة النسقية بدأت التجربة بذمان ولايات وخذت مدرسة من المركز الحضري ومدرسة من المركز الريفي وقيمة بتقويم لهذه التجربة وكانت نتائج التقويم من خلال الخلية الوطنية التقويم جد إيجابية هذا ما درها بالقطاع التهديب إلا توسع هذه التجربة لتشملها 300 مدرسة أي 10% من كل مدارس الوطن ونظمت هذه الورشات على المستوى الوطني حيث تمتلس أربع أقطاب قطب الجنوب الذين تحدهم اليوم في مدينة كيهيدي ويشملوا ولاية البراكنا، ولاية تقانت، ولاية قرغل، ولاية قدماغة ويشارك فيهم ما يناهز 270 معلم ما بين معلمين العربية وفرنسية وتواكب مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي سير الملتقى التكويني لتعزيز خبرات طواقمها وتطوير المناهج المتبعة لضمان نجاح الإصلاحات التي أقرتها الوزارة في مجال التكوين بما أن أصبحت المقاربة أن كل تكوين للمعلمين والمشرفين التربويين في التعليم الأساسي أنه أصبح دائما يستضافوا أو من اختصاص مدارس تكوين المعلمين لذلك استضافنا هاتين الورشتين والتنظيم، الحمد لله الورشة الأولى، الأولى انتهت في ظروف حسنة وهذا اليوم الرابع من الورشة الثانية ونحن متفائلون أن التحصيل تم وأن التنظيم كان على ما يرى المشاركون في هذا اللقاء الجاوي عبروا عن تثمينهم لهذه الطريقة الجديدة التي تساعد التلميذ على تعلم القراءة والكتابة بسهولة اعتمادا على النطق والاستماع هذه الطريقة تعتمد على التكرار هذا بالنسبة للمعلمين مهم جدا للتلميذ بالتلميذ في هذه المرحلة الأولى دائما لا بدأوا من تكرارها فما أكثر وأموالي أيضا تنطلق من الجزء إلى الكل وهذه الطريقة الشيئة للتلميذ يتعلم بصورة وضحة ومع اقتراب موعد افتتاح العام الدراسي الجديد تكثب وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي من ورشاتها التكوينية بهدف إجاح مشروع المدرسة الجمهورية الذي سيشمل هذا العام السنة الثانية من التعليم الأساسي محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي إلى ولاة أدرار حيث أدى مسشار الوهل وكالة السيد سيديو الشخح مدروف كتا سلطات الإدارية والأمنية والمنتخبات زوال اليوم زيارة تفقد وطلاع لبعض المؤسسات التعليمية القاعدية والإعدادية بمدينة أطار وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف عن كثب على واقع المشاة التعليمية وتحديد النواقص قبل افتتاح العام الدراسي الجديد شملت هذه الزيارة ذنوية البنات وذنوية أطار إضافة إلى عدد من مدارس الابتدائية في كنوال وغنمريتا أكد وقد أكد والي أدرار وكالة أهمية هذه الزيارة والنتائج المتبخضة عنها قبل افتتاح العام الدراسي الشديد الهدف الأساسي منه هو الاطلاع على جاهزية المدارس الافتتاح يوم الاثنين يوم الاثنين إن شاء الله وعدنا زيارة لذنويتين البنات وذنوية الأطار وفي الحقيقة فيهم بعض من الأشياء المتأخر جدا وعدنا زيارة لبعض المدارس الابتدائية ولاحظنا قدر من النقص وعطينا تعليمات للجهات المعنية ضاعف من جهودها لياك ما يعود يوم الاثنين يوم الاثنين إن شاء الله يكون المدارس جاهزة إن شاء الله في ولاية جيد ماغا احتضنت مدينة سيل بابي زوال اليوم فعاليات اللقاء تشاوري المنظم من قبل المجلس الوطني لشباب بإشراف من السلطات الإدارية بالولاية بدت يهدف اللقاء مع الروابط الشبابية في ولاية جيد ماغا لتشخيص أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه الشباب الولاية ضمن سعيه إلى بحث قضايا الشباب والتحديات التي يطرحها التعامل مع الواقع في أصي الحداثة وما يترتب عليه من تحديات اقتصادية وتربوية واجتماعية ينعقد الاجتماع التشاوري للمجلس الوطني للشباب في مدينة سيل بابي مع السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين وموثلين عن الهيئات والروابط الشبابية على مستوى الولاية لا تخفى عليكم مدى الأهمية التي تحتلها الفئات الشبابية لأي مجتمع بوصفه وقودا للنهضة والتنمية والازدهار طالما تم تعهده بالتهديب والتأطير لتوجيه طاقاته نحو التنمية المنشودة والعكس صحيح حيث أن إهمال هذه الفئات مفض لا محال إلى إنشرافها نحو الانحراف والمخدرات والتطرف بكل أنواعه وهي مقاربة كان له الحضور الأبرز في برنامج بخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني كما ترجمتها حكومة معاي الوزير الأول محمد والبلال في حزمة البرامج والمشارع التي لا يتسع المقام لتعدادها والموجهة حصرا لهذه الفئة يهدف الاجتماع التشاوري إلى بحث قضايا الشباب والخروج بوثيقة شاملة عن أبرز العقبات الاجتماعية وثقافية التي تواجه شباب الولاية وذلك من خلال التفاعل والنقاش الميداني لمختلف تلك القضايا والتحديات إننا في المجلس الوطني للشباب إيمانا منا بما يمتلكه الشباب من إرادة وقدرة على استقلال جميع الإمكانيات لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ومعرفة قدراتهم حريصون على إشراك جميع الفاعلين بالساحة الشبابية استشعارا من نال المسؤولية وتفانيا في تنفيذها ووعيا بالدور المحوري الذي يمكن للشباب أن يلعبه في توفير حلول ناجحة لكافة القضايا المتعلقة به وبالمجتمع كافة كما رسم لذلك فخامة رئيس الجمهورية محمد والشيخ والقزواني الذي يضع الشباب في سلم أولوياته بدأنا سرسلة لقاءات تحت عنوان حلقات الاستماع مع جميع الأطياف الشبابية في ولاية نواكشوط الثلاث تهدف لطرح آراء ومقترحات الشباب والاستلهام من تجاربهم الميدانية لتقديم حلول فعالة وتصور متكامل الفصول للبرامج التنموية ومن أجمع استكمال لهذه الحلقات تم إفاد بعثات من أعضاء المجلس الوطني للشباب إلى جميع الولايات الداخلية للوقوف على واقع الشباب ميدانيا واستنطاق واقعهم بكل أمانة وجدية يدخل هذا اللقاء التشاوري في إطار سعي السلطات العليا في البلد إلى وضع قائلة بيانات محينة عن هموم وقضايا تلك الفئات الشابة إن على المستوى الشهوي أو على المستوى الوطني شوقي محمد فال لقناة الموريتانية مدينة سيريبابي بالعاصمة الاقتصادية انطلق التعبال بعثة طبية إسبانية متخصصة في شراحة التشوهات الخلقية وذلك بالتعاون مع بلدية واذبو يستفيد من هذه البعثة الطبية عشرة المواطنين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية استعجلية في هذا تخصص طبي المركز الصحي البلدي رقم واحد ردوان بمدينة واذبو يحتضن أعمال البعثة الطبية الإسبانية المتخصصة في الجراحة التجميلية والتي ستقوم بإجراء عمليات جراحية مجانية بالتعاون مع بلدية واذبو لصالح أصحاب التشوهات الخلقية والحوادث والحروق وتتكول البعثة الطبية من ثلاثة جراحين ومخدر وتقنية غرفة العمليات سيقومون بإجراء عشرات العمليات الجراحية المعقدة البعثة هي المرة الرابعة اللي جينا باتفاقية مع بلدية واذبو وأهميتها عنها لها تعدل قدر من العمليات الجراحية لعدل من المواطنين اللي فيه تشويه جسدي وهذا تقريباً لا يعود مدة من يوم 18 إلى يوم 26 واللي فات انقبض له تقريباً 40 مواطن اللي قابل لهذا النوع من العمليات ذا العمل مجاني ما فيه خلاص ومن عند بل منين قبل الاستشارة إلى العاقب العملية ذا كامل مجاني من طرف البلدية ومن طرف هذا الجراحة خطوة اجتماعية لقيت تذميناً وإشادة من قبل المستفيدين الذين قدموا من عدة مناطق من الوطن بحثاً عن العلاج شاكرين امدتنا بهذا البازل جاء بنا ساقب لك ما شاء الله شاي بنا هنا لطبيبين قالوا بابل هذا الطب فتر بارك الله ما شاء الله طب زين وحسين وكري وهذه جاي وان جاي من أختي ويامس ما شاء الله كنا هون ما شاء الله الناس جايين أدل عمليات يا ياسري جيت هون سبوع الماضي للدكتور بافيل وعدرت عملية القراعي كان يوجعني والحمد لله عصف حارة أحسن الحمد لله واليوم جايين بدأ الباصمة وراني من ذا المنبر شاكر هالطب وشاكر البلجي على المبذل الجهدو يداول مرضى في حالة جيدة جاي للطب أنا كنت حاسي بزري زري لا كنت نوقف كنت حاسي بزري وجيتون كنت حاصلين في الخارج نداول فيه قال ما اجبرت زوائي جيتون طب البلدية الحمد لله وداويت الحمد لله وتتولى مصلحة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبلدية متابعة ملفات المستفيدين لتمكينهم من الاستفادة بشكل متظم الشيخ الحميد الموريتانية مدينة وادو نبقى في شأن طبي حيث اختتمت أمس ببلدية بارينة في مقاطعة تركيز فعالية القافلة الطبية لمختلف تخصصات التي استضافتها المدينة خلال الأيام الماضية وقد قدمت هذه القافلة الاستشارات الطبية والعلاجات الاستشفائية والدواء للعشرات من المواطنين في البلدية والقرى التابعة لها سكان قرية بارينة استفادوا طيلة أيام القافلة الطبية من خدمات صحية متعددة ومتنوعة طالت ما يربو على ثمانية آلاف استشارة توزع أصحابها بين أجنحة الكشف بالموجات فوق الصوتية والفحوصات المخبرية والتخصصات الأخرى كأمراض النساء والتوليد والأطفال والضغط بالنسبة لكبار السن وأمراض السكري والطب العيوني والأسنان كونسلتيت حالات من السكر والضغط اللي دوره متابعة بحمية غذائية يتابعه فالحات الآن في تنجبرنا خمس حالات والله ستم سؤال تغذية الحال تمت معاينتهم ومعطاهم المدعمات الغذائية هذا ومعطاهم الأدوية اللي الله تنعطى في بداية دخول بارنامج سؤال تغذية بحوصات مجانية دواء مجاني معاينات مجانية معاينات الأسنان وتم علاج الكثير من الأمراض التي كان المريض ينتقل من بارنا إلى نواكشوط لإجرائها كانت قافلة نوعية إن شاء الله سنستمر مستقبلا إن شاء الله فيها القرية فيها الحمد لله كم هاي الحمد لله من الأعليات اللي عندهم غروف خاصة فيها اللي عندهم غروف خاصة وفيها اللي عندهم مثلا غروف تستدعى بعد أن يشوفوا الطبيب القافلة مكنتهم منهم يسلكوا من السفار إلى شهر نواكشوط عددتهم من البحوصات اللازمة والأدوية اللازمة والتلفز والأعليات كامل حوامل تستفادوا من البحوص واستفادوا من التلفز وتستفادوا من الأدوية الكامل وفرتهم القافلة جزام الله خيرا يسلكتهم من السفار المشرفون على تنسيق وتنظيم القافلة أكدوا أنها أحاطت في هذه النسخة بجميع التخصصات الطبية المتاحة في مستشفيات العاصمة واكشود هذه القافلة لا يوجد تخصص في قطاع الصحيحة وفيها جميع نواحية لا نسميهم بين التخصصات كاملة نطبال عمو قبول راحة لمدة 23 يوم يجاك يهيئوا الفحصات نتنقل معهم الأبراطوار تام الفحصات هون البرينة نظراً لهذه الزيارة اللي قام بها سيادة الرئيس للمستشفيات والتعليمات رفع من صحة المواطنين ارتينه أن نواكبوا ذلك التوجهات وعدنها القافلة والمعدنينها إياك أن نعاونوا الدولة في توجهه لعندها ولا ينحثون أن المواطن أي حد يعود في قرية عنده على الأقل يكشف عن الحالات اللي فيها ويعود يوجهها المستشفيات المستوى الوطني ضمن برنامج القافلة خضع العشرات من أطفال البلدية والقرى الريفية المحاذية لعمليات ختان مجانية استخدم فيها الأخصائي المشرف أحدث أجهزة التطهير ومعدات تعقهم مختار بابو الأحمد قناة الموريتانية مدينة بارينا ونبقى في ولاية ترارس حيث نظمت محظرة الاستقامة لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية بحي الكيلومتر سبع في مقاطعة روسو مساء أمسي حفلة سنوية تحت عنوان بي أبي أنت وأمي يا خير الوراء وذلك بحضور عدد من شيخ المحاذر والأمه وجميع نغافير من سكان الحي وخلال هذا الحفل أكد شيخ المحظرة السيد أحمد سالم البوبك أن المحظرة تشهد إقبالا متسايدا بعد أن تمكنت بتغريج عدد معتبر من الطلاب بفضل تعاقداتها مع بعض المعاهد المتخصصة في تدريس العلوم الشرعية الحفل تضمن مداخلات لبعض الأئمة ذمنوا خلالها جهود هذا الصرح العلمي الذي أسهم في نشر العلم وبثه في نفوس الطلاب كما تضمن الحفل فقرات شادية وأخرى مديحية قدمها أعضاء نادي الشنقيط للثقافة تبعي للمحظرة إضافة إلى تقديم جوائز المتميزين من طلاب المحظرة وبعض رؤساء الشمعيات الخيرية والشيوخ سيدنا الكرام بذلك نتيع على اختام مسائيتنا إلى التذكير بنعناوين رئيس الجمهورية وشاركه في الجلسة الافتتاحية الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دوراتها الثامنة والسبعين في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الجمهورية يجري مباحثات بمدينة نيويورك العمريكية مع كل من رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية غينيا كوناكري رئيس الدولة ورئيس الوزراء الإسباني وزارة تشغيل والتكوين المهني تطلق بنواق شوط الحملة الرابعة من برنامج مشروع مستقبل الرامي لمكافحة البطالة وخلق فرص عمل رائدة للشباب شهدنا كرام شكرا لكم على كرامي لمتابعة تحية من يوم النسمي لبت ومن فاقي ومن باقي فرق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة